الحمد لله الذي يبر أمه يومياً وباستمرار لا يحتاج عيد الأم لأنه قائم بما يجب عليه والذي لا يبرها وهو عاق ماذا ينفعه عيد الأم يعني يذكره بأمه مرة من ثلاثمائة وستين يوماً ولذلك في الحقيقة لا نحتاج التبعية للكفار ولا التشبه بهم أمهاتنا على الرأس والعين والجنة تحت قدمها